السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع لدي الفقرة مع كتاب يلي غير كومفوند ونستعنف مع بوسيني غاكونت سابخو موناد اذا بوسيني يحكي نوز هاته طبعا من خلال انج من خلال ج من خلال لعبة طبعا فيما سابق يترقل لها الكلمة التي يتعنونها والتي سنرات بيهدا المعب دور يدن أخد أولا بوسيني يتعلي سيطر مناهيه أفك سان غران بره وانه يتعلي صورة ألا مزون ركوانت مو تسكو تي افكي ركوانت مو تسكو تي افكي دماند فريموسيت يجب بيان؟ يجب بيان؟ يجب بوسيني تاكي ميه يفو دراك تدوين؟ يجب بيان؟ يجب بيان يطرس كلاك يجب بيان camp يجب بيانان تحرير في تنزار يجب ذرة يجب بيانان يجب بيانان يجب ان يطعن اذا, هو يعود المساء هو يعود إلى المنزل الصوار في المساء هل يعود نتغيب على البوسيني على المعنى فتقول له في المساء ما ألاحظه هنا راكوب تتفين يسألين إذن يسألين 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 رأesyنا كل ما لديك كل ما لديك نقول لديك أتلقى لديك لديك يديك يدخل لديك يديك يديك يدخل لديك يدخل項 يدخل البد semana يمكنك إنت البد angو Beautiful الأعجر traحسة правда me يفعل لم ت sandwiches نز��운 مشมو البدي сейчас يمكنك إنت primary أخبرك كل شيئي ي我是 تلقم كل شيئي كل شيئي أخبره في شهور تطلب تطلب خيمة ست تطلب آخر بوصيني إذن يقول لها بوصيني جوهب بيان نعم أنا أريد بشكل جيد نعم أنا أريد إذن أنا أقبل بأن أحكي لك كل ما رأيته جوهب بيان طبعا هنا عدنا الوان يقولون كما تلاحظون كون جوهي أو بخزن جوه تيوي يلوي نووولون يوولي يلوي إذن هم يريدون أنا عدنا جوه أنا أريد طبعا في الباسي قوم بوسي نقول أنا أردت في الماضي تي أفولي أنت أردت إل أفولي هو أراد إلا أفولي هي أرادت إلى غري ذلك إذن عندنا نجيب أنا أريد أنا أريد بشكل جيد كما نقول بكل صرور تقريبا بكل صرور أنا أريد أن أحكي لك ما رأيت يجيب يجيب نعدنا لغرب هذا الفعل أجاب ومن كلمة الإجابة نتكلم عن الأسئلة الأسئلة الأجوبة هذا الفعل هذا الفعل أجابة هذا الفعل أجابة يجيب يجيب أيضا لغرب يجيب 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 لغرب مصرف وفتور سامبل مائل فضغة ولكنه يتوجب المقصود بأنه يتوجب عليك كتدوفين بأن تتنبأ إذن قول لي ماذا أنا رأيت وأنا سأقول لك هل هذا صحيح أم لا مائل فضغة كتدوفين ولكنه يتوجب أن تتنبأ هنا لغرب دوفيني عندنا فعل تنبأ يكتب إسماعي سيقول لأختي بعض العلامات بعض الإشارات التي ستساعدها على معرفة أو التنبؤ بما رأى إذن عندنا الفقرة الأولى كما عندنا هنا j'ai vu une بات toute noire qui avait 4 pattes إنك et qui marchait sur le toit dans la maison j'aurai dessiné Cherche-la et dis-moi son nom Cherche-la et dis-moi son nom إذن j'ai vu أنا رأيته كما تلاحظون عندنا أيضا لو vais voir مصرف في الباسي composي j'ai vu j'ai vu معدناش j'ai vu أنا أرى الآن j'ai vu أنا رأيت une bête أنا رأيت d'ab-bête طبعا كلمة bête ممكن أن تعني d'ab-bête ممكن أن تعني حاشرة إنسان نشبهه d'ab-bête إذن تكون لاسبة في الحقيقة إذن نقول لشخصين une bête إذن هنا عندنا une bête j'ai vu une bête أنا رأيت d'ab-bête tout noir كلها سوداء j'ai vu quatre bêtes والتي كانت عندها j'ai vu quatre bêtes والتي عندها أو كانت عندها كما عندنا هنا quatre bêtes أربعة قوائم أربعة أرجل إنك ثم عندها إنك ماذا نقصد بك طبعا نقصد بك كما قلنا ديل وعندها ديل كمارشة سورة دو la maison والتي كانت تتمشى طبعا هنا عندنا لغاية مارشة كما تلاحظوا مصرف كوجيه كمارشة كمارشة سورة والتي تسير فوق السقف سقف ماذا دو la maison سقف المنزل ثم يقولها جولي دي سيني أنا رسمتها طبعا نعود إلى هذه العبارة كما تلاحظون جولي دي سيني طبعا كما ذكرنا بما سابق بأن الفعل عندما يصرف مع أطر هذا الفعل يتأثر بالسيجي يتأثر بالسيجي عندما نقول مثلا جسو بارتي ثم أضيف مثلا هذا يعني بأنني أنت هذا يعني بأنني بنت عندما نقول مثلا نصن بأتر إذن كدكور طبعا نضيف اس لكلمة بأتي لماذا لأن الفعل بأتي مسرف مع اطر وع Gyre هو في الأصل له تتصرف مع اطر يدان هذا ل 꼭いました بالتأثر بلو السيگي مادم أنه مصرف مع اطر إذن نقول نصن بأتي نضيف اس لأن الفعل بأتي أو الى الغسيجي الى الغسيجي مصرف مع اطر عندما نقول نصن بارتي نضيف ES فهذا يعني بأننا نحن بانات مثلا أو نساء نحن إنات إذا هذه الحالة كما تلاحظوا فيها أن تتأثر بالسيجي من الذي تتصرف الفعل مع الوكسلية الخاص بالفعل المصرف معه يتأثر بالسيجي إلا كان مؤنت تنضيف E إلا كان مذكر تنحدف E إلا كان في المفرد نحدف S إلا كان في الجامعة نضيف S طبعا هذا ذكرناه فيما يخص الأفعال التي تتصرف مع إطر طبعا هذه الحالة ما كيناش من التي تتصرف الفعل مع لوكسلية أفواغ لوكسلية أفواغ حالة لدينا جي في طبعا هذا V ما غنضيفه لأولو عندما نقول نوزفون V ما غنضيفه لأولو ولكن كين حالة أخرى من التي تتصرف الفعل مع أفواغ هي بحالة هذه هنا حcharنا جولي دي سيني في الأصل ما لدينا جي دي سيني أنا رسمتو ماذا ست بات�تبات هذه الدابة أنا رسمتو؟ ما ما عمل رسمتو؟ أنا رسمتو هذا الدابة التي أسألك عنها جي دي سيني انا رسمت دابة إلا ما بغيش نكرر هذه الكلمات دابة لأني تكلمت عنها هنا إذا أردت أن لا أكرر كلمة دابا أنا أريد أن لا أذكرها مرات أخرى هنا وأريد أن أعوضها بضامير حتى لا أكرر هذه الكلمة إذا نقول جولي دي سيني كما تلاحظوا كلمة بات سبقات هاد لوكسيليغ أفواه كما تنشوفون إذا هذا الضامير اللي عندنا أردها الكلمة بات نبغي نحن نكررها مرات أخرى إذا نقول جولي دي سيني أنا أرسنتها في هاد الحالة هاد آل اللي عندنا هنا كما ذكرنا في مسابق جولي دي سيني هاد هو الأصل جولي دي سيني جولي دي سيني أنا رسمتها ولكن طبعا عدنا أ جولي هادك لا عند أ ثم عدنا أي هاد دي الأفواه لوكسيليغ أفواه ما يبدو أبأ طبعا نحذف الأولى ثم نضع أبوستخوف حتى يسهل نطق العبارة إذا طبعا هاد أبوستخوف اللي عندنا هنا ولسبقات لكسيليغ أفواه طبعا هي تتعبر على واحدة الكلمة مؤناتة اللي هي لا بات كما عندنا هنا إن بات إذا ما دام أن هاد أبوستخوف أو لا اللي هي في الأصل لا طبعا تتعبر على المؤنات في هاد الحالق دي سينيغ أفواه دي سينيغ أفواه هاد لبارتسيباسي دي الأفواه دي سينيغ أفواه أنه تتضاف لأ لو كنا نتكلم عن شيء مذكر نقول مثلا جولي دي سيني أنا رسمته مثلا جي دي سيني أميغ أنا رسمته حائطا إذن كما رأينا فيما سابق أميغ إذن نتكلم عن حائط قاسير كلم أنت نقول باس كما ذكرنا إذن طبعا هنا نتكلم عن لوميغ كلمة مذكرة جي دي سيني أميغ أنا رسمته حائطا إذن نقول هنا جولي دي سيني فإذن الحالة نحدي في أ لأن هاد أبوستخوف تعود كلمة مذكرة ولكن الذي عندنا هنا كما تلاحظه تنتكلم على الابت عودنا بهاد أبوستخوف فالحقيقة لعدنا لا كما ذكرنا غير باش تستاقم في الكلام حدفنا أ لأن لو سيلاح أفواغ ما بدو أبقى كما تلاحظو هنا فتصرف هذا مع ج ثم وضعنا أبوستخوف إذن هاد أبوستخوف تتعوض لنا كلمة مؤناتة هذه هي الحالة اللي تيتأثر فيها لو بارتيسي باسي ماشي بالسيجي بحلي مع أتر تيتأثر بهاد لو كم بليمن دو بجي دي غيكت كما نقول مفعول به أنا رسمتها أنا رسمت الحاجة أنا رسمتها 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 إذن الدابة كلمة النتا عودتها بدأ الأبوستخوف إذن لو بارتيسي باسي دي الفعل غادي تتأثر تتأثر بهاد أهل ما تتأثرش بالسيجي بحال مع أتر إذن جولة دي سيني جولة دي سيني أنا رسمتها شارشلة ابحث عنها ابحث عنها كما نقولون ابحثها تقال هكذا شارشلة ابحثها المقصود ابحث عنها إذن دي مو صنع ثم قل لي اسمها إذن كما قلنا جي في إنبات توتنوار أنا رأيت دابة كلها سوداء أو شديدة السود كافي كاتر بات إي إنكو والتي كان عندها أربعة قوائم إي إنكو ثم كان عندها ذيل ثم كان عندها ذيل طبعا هذه الحيوارات كما تلاحظوا أغلبهم عندهم ذيل وأغلبهم بالسود كما تلاحظوا تبقى الفارق هنا كي مغشي سيغلو توق دولة ميزة والتي تسير فوق سقف المنزل طبعا اللوتور نقصد به سقف المنزل جولا دي سيني أنا رسمته هل هل الحيصان مثلا يسير على سقف المنزل هل البقرة يسير على سقف المنزل هل السلحفات يسير على سقف المنزل هل الكلب يسير على سقف المنزل تبقى القطة طبعا تبقى القطة إذا القطة هي المشار إليبا الكلام طبعا إذني ما وصلنا إذن إذن إبحث عن pickup تركيز الأحيانات سيكون ولغ جهورانة وكل مختلفة بعد انه تتخدمه كما هو وكما هو التحديد من البرجيما ساعدت تتعرف ساعدت تتعرف ساعدت تتعرف ساعت تلك ركنتر؟ إذاً.. إذاً.. بنفس تاريقة.. عندما نجت discovered.. على قصة المزيدة.. أخبرت أكثر .. أعطيت دابة داخمة.. في حالة 4 بات والتي عندها... كما نقول هنا.. والتي كانت عندها.. 4 بات.. 4 قوائن .. والحالة.. والقناة.. وكما عندها الرجلين.. وكما عندها الرجلين.. وكما عندها الرجلين.. ثم اوليạo قّرون على الشقيقي كما تعرف ABOUT أن العمر adaptальноеChamp في حقلين في حقل طبعا كما تلاحظون لدينا لوفير مانجي مصرف فلمبغفي طبعا كما تنعرف بأن لوفير مانجي تنتهي بأر في الأصل اللي تنصرف أي فعل فلمبغفي من بالترمينيزون اللي خاصة يأخذ طبعا فلمبغفي هي تنحط في أر ثم نضع مع إيل بحال اللي عندنا أو مع أل أو مع أل كما عندنا هنا ولكن إلي حدفنا أر ستبقى عندنا مانج ثم نضيفه لهذا آئي ستقرأ إيكي مانجي إذن طبعا كما تلاحظون بأن النطق سيتغير لذلك في هذه الحالة الخاصة طبعا مع لوفير مانجي تنحتفظ بهذا أ على عكس باقي الأفعال إلي أخذينا مثلا لوفير بارلي إذا قلنا مثلا إيكي بارلي مغرا حتفظوش بأ سنقول إيكي بارلي عدنا آل آئي تي قد تكون آل آئي في النهاية إذن طبعا سنحذفه أ في حالة الأفعال الأخرى ولكن كما تنعرف بأن مع حالة لوفير مانجي تنعرف بأن جي تتعطي هد جي تتعطي هد النطق هذا نطق جي هد الصوت هذا إلا كان من بعد مننا إ إلا كانت من بعد مننا إ وإلا كان من بعد مننا إي إذن في الحالات تعطي الصوت جي ولكن في الحالة الأخرى تعطي الصوت جي إذن طبعا حتى تحتفظ بهد الصوت إذن حتى يحتفظ هذا الفعل بهد الصوت طبعا حتى فضنا بهد إي كي مانجي والتي كانت تأكل دون لغب دون زنشون والتي كانت تأكل رشبا في حق لنما شرح لغ دون مدسة إبحث عنها في رسومي المقصود بين رسومي صوت لا أعرف هل تعرفين تحديدها كما نقول واش هتعرفي تعرفيها إذن صوت هنا عدنا لغير بصفوها طبعا مصرف تير سيمبل مصرف أو فيتور سيمبل هنا لغير صفوة كوجيغي أو فيتور سيمبل صوت هل أنت ستعرف طبعا نادن لغب وقل confined كان اختلاف طبعا بين الفعلين إذن صوت هل أنتي ستعريفين لغة كنتر تحديدها إن ستعتبر لغة كنتر تحديدها أو معرفتها أيضا نعدن لغب وقل vectors كما تلاحظه إذن صوت لغة كنتر هل ستعريفين تحديدها ماذا سيكون هل ستكون المعيزة متلان المعيزة عدنبس المواسفات لذي دكارنا هنا عدنا كي افتتر باتة voilà la chèvre aussi a 4 pattes des cornes bien sûr c'est la même chose pour la chèvre elle a des cornes elle a des cornes sur la tête elle mange de l'herbe bien sûr aussi la chèvre mange de l'herbe dans un champ إذن تابعن بقاتلينة j'ai vu une grosse bête j'ai vu une grosse bête bien sûr la chèvre n'est pas une grosse bête par contre la vache c'est une grosse bête إذن تابع la chèvre mâchie mâchie daba la grosse bête c'est la vache إذن البقارية daba daba وليست la chèvre مثلا le moton ايضن بنفس طريقة ايضن لكن كمتال لحدو في الصورة مع الدوش نفس الشيء le chien et le cheval alors là suratula connect هل أنت ستعرفين تحديدها طبعا salavash إذن طبعا نستعني في فقرات القادمة إلى ذلكم الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله دوبعاد ثم départ Work قال ح نطمة الحياة